السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة اللغة الإنجليزية فيديو اليوم كما رأيتم في العنوان سيكون مراجعة في اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الأولى متوسط لنبدأ على بركة الله أولا لنبدأ بقراءة النص معا تاكست النص مرحبا اسمي مايك أنا في الحادية عشر من عمري أسكن في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم كل يوم أستيقظ أستيقظ على الساعة السابعة صباحا كل يوم أستيقظ على الساعة السابعة صباحا أذهب إلى المدرسة على الساعة الثامنة بالضبط صباحا ننهي الدراسة على الساعة الرابعة مساءا المدارس تغلق على الساعة الرابعة مساءا بعد المدرسة بعد المدرسة ألعب مع قطي أشاهد التلفاز برنامج التلفزيوني المفضل يبدأ على الساعة السادسة والنصف مساءا بعد ساعة من مشاهدة البرنامج التلفزيوني أذهب للنوم على الساعة العاشرة تماما مساءا ما هو روتينك اليومي أو ما هي يومياتك والآن لننتقل إلى فقرة الأسئلة نبدأ بأسئلة الفهم التمرين الأول اقرأ النص وأشبي الجملة الأول النص هو عن الروتين اليومي لمايك هل هذا صحيح؟ طبعا هذه الجملة صحيحة في النص مايك يحدثنا عن يومياته عن روتينه اليومي ماذا يفعل من الصباح إلى المساء من وقت استيقاظه إلى وقت نومه وسألنا في الأخير ما هو روتينكم اليومي؟ إذن في النص مايك يتحدث نعم عن روتينه اليومي النص هو عن الروتين اليومي لمايك هذه الجملة صحيحة الجملة الثانية مايك ليفزين مادرد مايك ليفزين مادرد هل هذه الجملة صحيحة؟ لنعود إلى النص عندنا مايك ليفزين نيويورك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في مادرد إذن هذه الجملة فالس خاطئة الجملة الثالثة مايك has a dog pet مايك has a dog pet درسنا في الفصل الأول pet معناها الحيوان الأليف الذي نربيه في المنزل هل مايك عنده كلب كحيوان أليفي ربيه في المنزل؟ لاحظوا إذا عدنا إلى النص سنة جد ألعب مع قطي إذن مايك لا يربي كلبا هو يربي قط إذن مايك has a dog pet خاطئة الإجابة الصحيحة ستكون الجملة الأخيرة هل هذا صحيح؟ لنعود إلى النص أين تكلمنا عن homework؟ homework تكلمنا عنها هنا لنقرأ الجملة بعد ساعة بعد ساعة يعني كم الوقت؟ لنعود هنا إلى الجملة التي قبلها برنامج هو تلفزيون المفضل يبدأ على الساعة السادسة والنصف مساء بعد ساعة يقوم بإنجاز واجباته يعني على كم يبدأ بإنجاز واجباته؟ نعم على الساعة السابعة والنصف بعد ساعة السادسة والنصف نضيف ساعة السابعة والنصف صحيحة على الساعة السابعة والنصف مساء يقوم بإنجاز واجباته المدرسية والآن التمرين الثاني اقرأ النص وأكمل ملأ الجدول عندنا في هذا الجدول خانتان الخانة الأولى الوقت الخانة الثانية النشاط هنا عندنا أوقات times وسنملأ الجدول بالنشاطات التي يقوم بها مايك في كل من هذه الأوقات أولا at seven o'clock a.m ماذا يفعل مايك؟ لنعود إلى النص I get up I get up at seven o'clock a.m إذن هنا ماذا نكتب؟ نكتب I get up استيقظ I get up أو نقول مايك gets up أو نقول بكل بساطة I get up كما كتبت في النص ثم عندنا 8 a.m 8 o'clock a.m لنعود إلى النص 8 o'clock a.m نجدها هنا لنقرأ الجملة معا I go to school at eight o'clock a.m أذهب إلى المدرسة على الساعة الثامنة بالضبط صباحا إذن نكتب هنا I go to school نعود هنا ونكتب I go to school at eight o'clock a.m ثم عندنا 4 o'clock p.m الرابعة مساء لنعود إلى النص 4 o'clock p.m نجدها هنا and school finishes at 4 o'clock p.m and school finishes at 4 o'clock p.m school finishes تغلق المدارس تنتهي الدراسة ننهي الدراسة على الساعة الرابعة مساء وأخيرا عندنا 10 o'clock p.m نعود إلى النص نجد 10 o'clock p.m هنا 10 p.m I go to bed at 10 p.m I go to bed at 10 p.m إذن هنا نكتب I go to bed at 10 p.m at 7 a.m I get up at 8 a.m I go to school at 4 p.m school finishes at 10 p.m I go to bed ثم عندنا activity number 3 find in the text synonyms of سنبحث في النص عن مرادفات الكلمات التالية أولا عندنا I wake up I go to sleep أستيقظ أذهب للنوم I wake up جميعنا نعرف مرادفها من النص هو نعم هو I get up عليكم أن تحفظوا هذا نئهتان الكلمتان get up wake up لهما نفس المعنى معناها يستيقظ I get up I wake up أنهض أستيقظ مرادفات ثم عندنا I go to sleep أنام أو أذهب للنوم مرادفها من النص هو I go to sleep لاحظوا I go to bed I go to sleep I go to bed أذهب للنوم أذهب للسرير كلاهما معناه أخلد للنوم mastery of language الآن ننتقل إلى أسئلة القواعد activity one what time is it وعندما نسمع هذا السؤال معناه كم الساعة هنا عندنا الإجابة it is one o'clock إنها الواحدة تماما it is half past eight إنها الثامنة والنصف it's quarter past five إنها الخامسة والربع نرسم العقارب حتى تشير عقارب الساعة إلى الساعة الموجودة هنا عندما أقول o'clock معناها تماما معناها بالضبط it is one o'clock إنها الواحدة تماما one o'clock يعني عقرب الساعات سيكون متجهة إلى الساعة الواحدة بهذا الشكل وعقرب الدقائق عندما أقول o'clock لاحظوا هنا القاعدة هذه القاعدة تجدونها أيضا في درس الساعة شرحته مسبقا في فيديو منفصل سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو it is one o'clock o'clock يعني يكون عقرب الدقائق متجهة إلى رقم 12 it is one o'clock إنها الواحدة تماما ثم عندنا it is half past eight half half past eight past في درس الساعات قلنا معناها و half past eight eight الثامنة الثامنة وعقرب الدقائق سيكون متجهة إلى هنا إلى ستة إلى رقم ستة لاحظوا القاعدة أمامكم عندي هنا إنها الثامنة تماما يكون عقرب الدقائق متجهة إلى رقم 12 الثامنة وخمس دقائق الثامنة وعشر دقائق الثامنة وخمسة دقيقة هكذا يتحرك عقرب الدقائق الثامنة وعشرون دقيقة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة الثامنة ونصف يعني وثلاثون دقيقة it is half past eight ثم عندنا it's quarter past five إنها الخامسة وربع it's quarter past five عقرب الساعة سيكون متجه إلى five الخامسة وعقرب الدقائق العقرب الطويل يكون متجه إلى quarter الربع هنا الخامسة وخمسة عشر دقيقة يعني الخامسة وربع والآن ننتقل إلى activity two look at the pictures and fill in the blanks using this or that لاحظوا مع الصورة ثم استخدموا أداة الإشارة المناسبة عندنا this and that ما الفرق؟ كلاهما أسماء إشارة في اللغة الإنجليزية this عندما يكون الشيء قريب لنا ونشير إليه this هذا هذا القلم عندما يكون القلم مثلا بعيد عنه لا نقول هذا القلم لأنه بعيد عندما نشير إليه نقول ذاك القلم هذا القلم this pan ذاك القلم that that pan إذن لننجز الثمانين معا لاحظوا هنا عندنا is a key مفتاح المفتاح قريب إذن نقول نعم نقول this is a key نعم that is a ball that is a ball this is a pen this is a pen that is an apple that is an apple this is a house this is a house بكل بساطة والآن ننتقل إلى التمرين الثالث activity number three put the words in the right bubble سنضع الكلمات في الفقاع المناسبة جميع هذه الكلمات أمامكم فيها حرفي th عندما نجد حرفي th في كلمة ننطقه إما th إما th ننطقه بالصوت th كما في كلمة think فكر think وننطقه بالصوت th كما في كلمة this اسم الإشارة this أو that عندنا الكلمة الأولى نعم نقول three one two three three رقم ثلاثة three نسمع الصوت th نعم نقول that this that هذا ذاك this that نسمع الصوت th لا نقول that نقول that that الكلمة التي بعدها thirteen thirteen رقم ثلاثة عشر عندنا three thirteen thirteen نسمع الصوت th أيضا نضعه هنا ثم عندنا نعم نقول grandfather father grandfather والآن ننتقل إلى جزء الثاني والأخير part two situation of integration الوضعية الإدماجية answer mike أجب مايك and talk about your daily routine وتكلم عن روتينك اليومي مايك في النصة لنا لنعود إلى النصة what is your daily routine ما هو روتينك اليومي في الفقرة سنجيب مايك عن سؤاله ونتكلم عن روتيننا اليومي use capital letters استخدم الحروف الكبيرة طبعا نعرف نستخدم الحروف الكبيرة أو majuscule أو capital letter في بداية كل جملة الحرف الأول من كل جملة نستخدمه عندما نتكلم عن الولاية أو البلد الذي نعيش فيه أيضا عندما نتكلم عن اسمنا اسماء العالم مثلا اسمي أكتب الحرف الأول ب capital letter and punctuation where necessary يعني سنستخدم الفاصلة والنقطة في مكانها المناسب والآن لنبدأ بسم الله hi maic أولا نلقي التحية على مايك بما أننا سنجيب عن سؤاله نلقي التحية نقول hi maic my name is ثم كل واحد يكتب اسمه مثلا يمكن أن أقول my name is Nora اسمي نورا أو يمكن أن أقول my name is علي علي I am ثم كل واحد يكتب عمره I am eleven years old I am ten years old I am twelve years old كل واحد يكتب عمره I live in هنا كل واحد يكتب الولاية التي يسكن بها مثلا I live in أورن وهران I live in باتنا I live in كل واحد يكتب الولاية التي يسكن بها every day كل يوم I وهنا نبدأ وهنا نبدأ التكلم عن روتيننا اليومي يمكن أن تبدأوا ب I get up أو نقول I wake up at half past six am أستيقظ على الساعة السادسة والنصف صباحا I get up at half past six am أو half past six in the morning I wash my face brush my teeth and have breakfast at quarter past seven am أخسل وجهي وأفرش أسناني وأتناول فطوري على الساعة السابعة والربع I go to school with my friends أذهب إلى المدرسة مع أصدقائي at seven forty five أو at quarter to eight am I have lunch أتناول وجبة الغداء at twelve pm at twelve o'clock at home أتناول الغداء على الساعة الثانية عشر في المنزل I finish school at half past three أنهي الدراسة على الساعة الثالثة والنصف full stop in the evening I do my homework أقوم بإنجاز واجباتي المدرسية then I watch my best cartoon at six o'clock أو at six pm فيمكن أن أقول I play football with my friends بعد ذلك after that I have dinner with my family أتناول وجبة العشاء مع عائلتي then I go to bed at ten pm ثم أذهب للنوم أو نقول then I go to sleep at ten pm على العاشرة مساء وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو لمشاهدة المزيد من المراجعات سأترك لكم مرابط جميع فيديوهات لسنة الأولى متوسط هنا أمامكم على الشاشة اضغطوا عليها واختاروا من قائمة الفيديوهات ما تريدون أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء good bye وحظا موفقا لجميع إلى اللقاء good bye